السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خالد الغندور يتحدث عن مفاجآتهم في مؤتمر واجتماع الزمالك كشف العلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق عن بعض تفاصيل اجتماع مجلس دارة نادي الطارئ اليوم وأيضا تفاصيل المؤتمر الصحفي خالد الغندور خلال تصريحات له أكد أن الاجتماع من المؤكد سيناقش قضية شيكابالا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم وما يتعرض له من تنمر كما أكد أنه سوف يتم دراسة موقف قضية اللعب كهرباء مؤكدا أنه سوف يكون هناك مفاجآت على لسان المستشار مرتضى منصور بالدلائل والمستندات القوية إلى جانب تفاصيل عديدة في تحرقات الزمالك لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا في العديد من القضايا المختلفة يذكر أن المستشار مرتضى منصور قد أعلن اليوم عن اجتماع طارق لإدارة الزمالك عقب مؤتمر صحفي سوف يعقده داخل مقر النادي المؤتمر والاجتماع سوف يكون مساء اليوم بعد أن تم تأجيله حيث كان من المفترض الإنعقاد زهر اليوم وسنوافيكم بالتفاصيل أولا بأول ترجمة نانسي قنقر